فحلقتنا النهاردة هنتكلم عن أكتر من موضوع وهنبدأ على طول بالموضوع الأول وهو عن الجلد هنتكلم عن أهم الوظائف الخاصة بالجلد ووسائل حمايته وقبل ما نتكلم في هذا الأمر بحب ألفت نظر حضراتكم لمعلومة طبية مهمة جدا وهي أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان من حيث المساحة تمام؟ والجلد هو وظائف كتير جدا وللأسف في ناس فكرة أن الجلد ده ملوش وظائف أو أنه مش مهم وده طبعا يعني كلام خاطئ تماما لأنك لما تعرفوا دلوقتي أهم وظائف الجلد الجلد هو وظائف مهمة جدا هتقدروا قيمة هذه النعمة الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ادهلنا وأمرنا أن احنا نحافظ عليها زي كل جزء من أجزاء جسمنا أهم وظائف الجلد هو الإحساس وتحديدا الجلد مسؤول عن توصيل ثلاث أنواع من الأحاسيس الإحساس بالألم والإحساس باللمس والإحساس بالحرارة في ناس ممكن تقول هو يعني توصيل الإحساس ده حاجة مهمة حاجة في غاية الأهمية تخيلوا كده معايا أنه يعني من ضمن أهم النصايح اللي بتقال لمثلا لمرضى السكر لما يكونوا مش مزبطين الغذاء بتاعهم ومش مزبطين جرعات الأدوية بتاعتهم فبنقول لهم أنه السكر بيعمل حاجة اسمها لتهاب العصاب الترفية وده بيخلي فيه فقدان للإحساس في الخلال السطحية من الجلد فتلاقي مريض السكر المهمل ربنا يعافي يا رب الجميع المهمل فيه علاجه والمهمل فيه دواه والمهمل فيه متابعته الطبية مثلا يعني تلاقيه لما يمشي نقوله إيه إبعا تمشي حافي من غير حاجة في رجله لأنه ممكن يتعور من غير ما يحس وكذلك بقى تخيلوا لو إحساس الألم ده مش موجود أصلا إحساس اللمس ده حاسة من الحواس الرئيسية للجسم وإحنا بنتعرف على أشياء كتيرة جدا وبنكون عنها معلومات في مخنا ومعلومات فيه يعني بنكون صور زهنية عنها من خلال حسة اللمس فإحساس اللمس ده برضو إحساس مهم جدا عايزين تعرفوا هو مهم قد إيه افتكروا حاجة بتحصل لنا كلنا أو حصلت لنا كلنا في أوقات ما من عمرنا لما الواحد يقول إيه الواحد إيده منملة أو رجليه منملة الواحد لما بيبقى إيده منملة بيبقاش حاس بحاجة فتخيلوا بقى معايا إنه بيبقى مش عارف يعمل إيه مش عارف يمسك حاجة مش عارف يحس بحاجة فإحساس اللمس ده إحساس ده خاصية مهمة جدا المسؤول عنها الجلد الإحساس بالألم خاصية مهمة جدا أو وظيفة مهمة جدا مسؤول عنها الجلد تمام والإحساس بالحرارة ده برضو ده مهم جدا جدا فيبقى أول وأهم وظائف الجلد أو أول وظيفة من وظائف الجلد الهمة هو توصيل أحسيس الألم واللمس والحرارة وهنا بنقول توصيل الأحسيس بمعنى توصيل الإحساس إلى المخ علشان المخ يتعرف على هذا الإحساس